3-1914 العام الذي تغير فيه العالم البعض دايما بيبدأ من 1945 نهاية الحرب العالمية الثانية اللي بقى فيه قواتين عظميين للتحاد السوفيتي وامريكا والثنائية القطبية اللي بعد كده لكن في الواقع الحرب العالمية الاولى هي التي اسست بشكل كبير للعالم المعاصر طبعا الحرب العالمية الثانية كانت مهمة جدا ومؤثرة للغاية لكن الحرب العالمية الاولى قد تكون الاكثر تأثيرا عام 1914 بدأت الحرب العالمية الاولى عادت لامتا 1918 الحرب دي اصفرت عن انهيار الامبراطورية النمساوية المجرية كانت امبراطورية عملاقة بتحكمها ارقى اسرة مالكة في اوروبا قصة الهابسبرج لكن دي نرجع لها بعدين انهارت كمان الامبراطورية الالمانية وانهارت كمان الدولة العثمانية يعني الدولة العثمانية لم تسقط وحدها في الحرب العالمية الاولى نتيجة هذه الحرب وانما العثمانية والالمانية والنمساوية المجرية فشوف التغيير الكبير اللي حصل في العالم بعد الحرب العالمية الأولى التغيير الثاني إن روسيا كانت دولة أوروبية جزء من أوروبا وثقافة أوروبا والمسيحية الأوروبية عموما لكن بعد الحرب العالمية الأولى بقت روسيا للتحاد السوفيتي الإمبراطورية الشيوعية خدت الفكر الاشتراكي الماركسي ده من ألمانيا وبريطانيا بالأساس إن ده فكر غربي خدت هذا السلاح الإديولوجي تبناته وجهت به الغرب فروسيا قبل الحرب العالمية الأولى دولة أوروبية بعد الحرب العالمية الثانية تمثل الشرق الاشتراكي والإدراجة الاشتراكية للتحاد السوفيتي الأمر الثالث أمريكا قبل 1914 دولة مدينة لأوروبا أوروبا هي أقوى شيء في العالم وأمريكا مدينة بعد 1914 أمريكا هي اللي مدينة أوروبا تغير كبير جدا روسيا بقتل التحاد السوفيتي ما بقتش الغرب وإنما أصبحت تمثل الشرق أمريكا بقت دائنة لأوروبا وقوة عزمة التعليم المتغير الأخير في هذا النقاش الموجز التعليم في الجامعات قبل الحرب العالمية الأولى كان لصفوة الصفوة ما فيش في أوروبا وأمريكا بسهولة حد يدخل الجامعة لكن بعد الحرب العالمية الأولى بدأ بقى الناس كتير جدا تخش الجامعات وتغير كتير من تشكيل العالم وأصبحت أمريكا من 1914 القوة التعليمية الأولى في العالم طالما خلاص أول التعليم هتبقى أول البحث العلمي هتبقى أول قوة عسكرية وأول قوة اقتصادية لأن النقطة دائما في البداية التعليم فأصبحت أمريكا القوة العظمة التعليمية ثم أصبحت القوة العظمة في كل شيء فيما بعد هذا التحليل يعود إلى المؤرخ البريطاني الكبير أرلد توينبي هو مرجعنا في هذا الكلام في محاضرة القاهة في جامعة القاهرة 1964 شكرا لحضراتكم وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبع الأولى